هيدا البودكاست انتج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحل جديد من حكي صريح مع دكتور صادرين عبر حكواتي اليوم رح نحكي عن أنواع المزلقات اللي فيكن تستعملوها إثناء الممارسة الجنسية للبعض كل ما يكون الجنس رطب كل ما يكون ممتع أكتر هلا للبعض الآخر ما بيحبوا يكون فيه كتير رطوبة هذا بيرجع لتفضيل شخصي إذا ما بس يكون فيه نشيف مهبلة بس يكون فيه صعوبة بالإدخال بس الواحد حابب ينوع يزيد لزة فيه يستعمل مزلق وفيه دراسة فرجت أنه استعمال المزلقات بتزيد المتعة والوصول إلى النشوة بين الشركين عنا كذا نوع مزلق أم لوبريكنت الواحد فيه يستعملو فيه الأنواع اللي منسميها water based يعني معمولة أم مصنوعة من الماي هايدي اللوبريكنت كتير منيحة لأنه بتناسب البشرة الحساسة ما فيها كتير مواد فيها تقزي المنطقة الحساسة عند الرجل وعند المرأة إنما هايدي اللوبريكنت أم المزلقات فيها تنشف بسرعة فبعض الأشخاص ما بيحبوها كمان هي منيحة لأنه ما بتجوي ما بتجوي الشراشف ضغر بتنشف ما رح تخلي علامة إنما البعض بيحسوا إنه بعد ممارسة لخمسة أم عشر دقايق ما عيد موجود اللوبريكنت ورح يعوزوا إنه يرجعوا يزيدوا ويزيدوا اللوبريكنت إذا إنتوا حابين تستعملوا المزلقات المسنوعة من الماي بس تأكدوا إنه ما فيه بقلبه مواد بتقزي المهبل مثل البرابانس أم الجليسيرين أم غير مواد تكون إصطناعية النوع الثاني من اللوبريكنت هنه اللي معمولين من الزيت إنما الزيت عادة ما بيناسب الكوندومز أم الواق الزكري يعني فيه ينخزق الكوندوم إذا نحنا استعملنا زيت بلاس الزيت عادة فيه يسبب التهابات بالمهبل أم فطريات بالمهبل لذلك نحنا مننصح الأشخاص إنه يستعملوا اللوبريكنت المسنوعة من الزيت كلمان يعملوا المساجات وتضليق الجنس الخارجي يعني مثلا إذا أنتوا حابين تعملوا تضليق للفراج والشفرين الكبار وصغار أم حابين تعملوا تضليق للعضو الزكري بس نجعل نتذكر إنه أحسن ما نستعملها إثناء الإدخل لأنه فيها تسبب هيجين بالمهبل وحتى بفتحة الشراج والمستقيم النوع الثالث من اللوبريكنت هو اللوبريكنت المعمولين من السيليكون اللوبريكنت المعمولين من السيليكون بركة بصعوبة تلقوها بالصيدلية ورح تكون أغلى إنما نوعها أملس والتضليق تبعولها بيكون أحسن وعادة ما بتنشف لأ فيها شوي تجول شراشف إنما ما رح تعوزوا ترجعوا تزيدوا اللوبريكنت من بعد ممارسة إلى خمسة أم عشة دقائية بس إذا عم تستعملوا ألعاب جنسية معمولة من السيليكون ما فيكون تستعملوا مع اللوبريكنت معمول من السيليكون رابع نوع هو النوع الطبيعي يعني اللوبريكنت المعمول من المواد الطبيعية مثل الألويفيرا أم زيت الفيتامين إي أم زبدة الكاكاو أم زيت جوز الهند أم زبدة الشيا أم زيت الزيتون وصنوبر وهيد المواد أم اللوبريكنت بتكون كتير منيحة للجلد الحساس إنما منرجع من عيد بتخزوا الكوندوم أم الواق الزكري وما فينا نستعملها بداخل المهبل لأنه فيها تسبب فطريات أو التهابات مهبلية لذلك فينا نستعملها للتدليق الخارجي وللمساجات إنما مش للإدخال الآن فيه لوبريكنت كمان معمولة بغير طريقة يعني فيه بعض اللوبريكنت اللي بتكون بتاعتق حسيس زيدي إنما هيدا ما لازم نستعملها بالمهبل لأنه فيها تحسس كتير المهبل وتحرق المهبل وفيه بعض اللوبريكنت بيكون عندها نكهات خاصة إذا الشركين حابين يميرسوا الجنس الفموي إنما منرجع منعيد أنه كل هالمزلقات اللي منكها أمني بتعمل بتسخن الجلد أم بتديد الإحساس مش مفروض نستعملها للإدخال بنستعملها لللعب قبل الإدخال للسكس بلاي للأوتر سكس يعني السكس الخيرجي وكمان للجنس الفموي فإذا بنا نعيدوا شوي النصايح إذا بتكون لوبريكنت للإدخال استعملوا اللوبريكنت الماءة الووتر بيز أم السيليكون بيز بس بدون ألعاب جنسية إذا بتكون لوبريكنت للمساجات فيكن تستعملوا اللوبريكنت المعمولة من زيت أم من مواد طبيعية إنما ما لازم أبدا نستعمل أي مواد مثل الفازلين أم البيبي اول لأنه كتير مسمة أم كتير بتسبب مشاكل بالمحبل وما لازم نستعمل اللعاب لأنه اللعاب فيه ينقول أمراض من تقلة جنسيا ولأنه كمان بنشف تخرى فمنه طريقة لا تزليك العلاقة الجنسية وإذا عم بتعينوا من نشيف مهبلة أم من وجاء سناء الجنس ما تستحوا تحكوا عن الموضوع وكمان ما تستحوا تعملوا سبسكريبشن للبودكاست تعملونا لعك وشير وتسمعوا كل الحلقات اللي إلون علاقة بالقلم الجنسي بالنشيف المهبلة وبالمزيد من المواضيع يلا باي باي ترجمة نانسي قنقر